اليوم معنا ضيف جديد ورياضة جدا مختلفة هذه الرياضة أتمنى من الداعمين ومن الشركات الخاصة والمشرفين على رياضة اللعاب القوة أنهم اليوم يسمعونها ولو مر بحياتهم معنا الكابتن أحمد قسواني مساء الخير كابتن أهلاً جلال طبعاً مساء الخير للمستمعين والحاضرين طبعاً تشرفت أن أكون معك كابتن جلال كابتن جلال يعني معروف أنا الشرف إلي والله الصراع أهلا أنا أحمد قسواني لعب منتخب أردن للعاب القوة طبعاً بلشت من نحكي زي كل مجتمعنا من المدارس ومدارس الحكومة أو زي الحواري زي الحواري ما بلشنا من الحارات طبعاً هي الأيام الجميلة أحلى 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 قد تجريز كل أحد يستغرب أولها بالرجال وكان عمري أول مشارك إلي بالرجال كان عمري 14 سنة لا لا كانت ناشئين كانت بطولة الأندية العربية باستضافة نادي ألعاب القوة يرموك البقعة تمام بعدها انتقلت من بطولة الأندية العربية حصلت على المركز الثالث بالأربعمية حواجز مع الرجال بس نرجع لنقطة أنت قلت لي أنا شاركت رجال كم كان عمرك لما شاركت مع رجال 14 سنة 14 سنة ونقلوك لفئة الرجال هذا الدليل أنه ما عندنا يعني فكر تدريبي ما احترامي لجميع الرياضات وما عندنا تدرج بالهرم تدريبي هذا الإشي المهم اللي ببنا نحكي طبعا يحب أنت كناشيين صحيح تشتغل فيئة الناشيين بعدها أهد من فئة الناشيين عشان تروح للرياضات قانونيا بالرياضات الناشي عادي يشارك شباب ليس ناشي يشارك رجال أو أنت بتحكي يعني نط فئة عمرية كاملة تخطى الشباب ما شارك بيها وخبرة بالضبط الآن خبرة يعني أنا ما كتسبتها مرة واحدة أقول أنا بالرجال وجبت مركز ثالث بالأربعمية حواجز كمان آه واجينا في المئة وعشرة جيت مركز رابع فبعدين صار عندي أنه نحكي الرهبة راحت مني ليش أنا شاركت بالرجال أنه ايش والرجال بعدين جبت مدالية خلص إشي صار عادي آه بعدين إجينا للتدريبات حتى التخيط المدرب يوجه له كمان تحية حسين الفضي حسين الفضي كابتن حسين الفضي أنا بعرفه شخصيا وجه له كل التحية الله يسعدك حسنا لما اشتغلت أنا وكابتن حسين كان طموحي أنه أنا أكون من أبطال آسيا من أبطال عرب من الناس اللي تأهلوا لبطوط العالم ما حسيت بهذه الطعمة في البداية لأنه أنت كنت عن مستوى لأبط رجال ورجاء ناشئين بالضبط رجاء ناشئين أنا لساتني ناشئ أنا شاركت بالرجال يعني فيها عمرية جدا صعبة نحكي في العالم رجال منافذة قوية لما أجيت أنا بدي أشارك ناشئيا صرت أحس الموضوع سهل سهل يعني الحمد لله على مستوى البلد أحطم أرقام أردنية عن ناشئين أنزل بطولة شباب أحطم أرقام أردنية يعني كنت مثلا من أول الناس اللي أحطموا أرقام قياسية نعم إلكتروني بالفئة الناشئين بالفئة الناشئين والشباب والشباب طبعا طب ما أنك حكيت لأنك حطمت رقم كذلك إيش كانت لفتة الاتحاد أو قديش مهم لهم هذا الإشي وهل كان فيه تكريم أو تحفيز إنك عملت هذا الإشي حسا طبعا التكريم كان كبير كثير ماديا خاصة خمسين دينار حسا خمسين دينار إشي أنا أحكي لك شغلة يعني هي للأسف إحنا مش من موضوع استهزاء بس يعني استخفاف في الرياضي بخصف البلد خمسين دينار يعني بصراحة يمكن أكل أسبوع ما بكفوك مئة من مئة إشي يعني إحنا حتى رواتبنا كلاعبين إنت بتحكي 82 دينار ونصف 80 دينار بالشهر خلينا بالشهر ومئة وخمس دلينير لما تكبر إنه تصير لاعب محترف نحكي يعني هذا إشي كمان إشي محزن صراحة بصراحة المفروض نحكي بها هذه الأشي طبعا وانا حسا إحنا مخاطعة يعني أنا آسف لسا إحنا بألعاب القوة هي لعبة يعني بدأ سميها لعبة الإدمان حلو قد ما أنت بتحب ألعاب القوة فأنت بتدمن عليها فبتبطل تفكر بإشي مادي لدرجة بتجوز خلص يصير عندك استغلال عن طريق نادي أو عن طريق منتخب لأنه بصير عندك عن جده فعلا أي حدا بلعب طبعا بوجه للعبين والمدربين كل الشكر يعني أنه وأنه عادين هم بيشتغلوا على الرياضة مش اتحاد برغم ضعف الإمكانيات جدا ضعف ما في ملعب تتخيل حتى أقول لك شوزات نحكي صارت الناس تتبرع بشوزات للعبين يعني هذا إشي محزن جدا محزن هي لعبة فقيرة جدا 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 بالنسبة لعبة العلعاب القوة في ناس بفكروا علعاب قوة مثل رفع حديد أو زي البادي بيلدن دعونا نحكي عن لابة العب القوة طبعا كابتن جلال العب القوة أنا لما كنت زمان مركب بالسرفيس يقول لي وان رايح حامل الشنطة وماشي يقول له والله رايح أتدرب أنا منتخب أردن يقول لي كويس بس أنت مش مبين على جسمك أنه أنت حديد أو وهذه هاي اللي حابين نحكي عنه في ناس ما بتفكر علعاب القوة اللي هي بناء إجسام مئة بالمئة الناس بتفكر علعاب القوة اللي هي البوكسينج المميج جنسو هاي الأشياء علعاب القوة هي لعبة المدارس نحكي الشعبية نعم ومذكورة طبعا مذكورة الرمح والخيل بس إحنا الرمح يعني عنا صحيح عرفت هي جزء من علعاب الرمي يعني مثل القلة والقرص الوثب طويل الوثب الثلاثي الميت متر جري الماراثون جزء من ألعاب القوة النصف ماراثون الأبعمائة والثمانمائة يعني هي لعبة كثير وسيعة هو صراحة أنا شانك حبينا نوضح للناس إنه لعبة ألعاب القوة هي لعبة مش إنه كمان الأجسام أو إنك ترفع أو زان لعبة بتنطلق فيها فيها عدائين مسافات قصيرة ومسافات طويلة في قفز قفز حواجز وفي أنه كمان أرمي رمح وقل زانة وزانة يعني وهي أم الألعاب الرياضية صراحة هلأ أحكي لك لعب ألعاب القوة لاعب شامل يعني جدا أنا يوم لأيام كنت ملعب الكرامة في المدينة الرياضية وتواجد هناك فكان جوهري الله يرحمه كان مسؤول عن كرة القدم فقال لي تروح تيجي تلعب كرة قدم هذا الدليل إنه على لاعب ألعاب القوة لاعب شامل سريع عنده طوافق عضلة عصبي عنده مرونة يعني هي من أجمل الرياضات وصراحة أي لعبة رياضية بحاجة لأعداد بدنية نعم صحيح فأنت أريد لعبتك هي أصلا هي أعداد بدنية كانوا ييجوا لعبين تيكويندو لعبين البوكسينج ييجوا يتدربوا معنا أمرات عشان يحسنوا السرعة صح يحسنوا التحمل فهي يعني لعبة مميزة فهذا الإشي مفقود عنا صراحة في البلد أحكي لك ليش مفقود أول إشي اتحاداتنا الأردنية يعني بدي أحكي أنا كاتحاد ألعاب القوة اتحاد ألعاب القوة ما بدي أذكر أشخاص أنا بذكر بشكل عام أنا كلاعب خلينا نحكي بتجربتك الشخصية كجزء من ابن اللعبة تجربتك الشخصية تجربتك الشخصية أنا جدا أحبطت في ألعاب القوة كنت من أول لاعبين لتهالت لبطوط العالم برياضات السرعة والحواجز في 2012 لبرشلونا لإسبانيا أول لاعب أول لاعب أردني برياضات السرعة والحواجز بألعاب القوة كنت بتأهل لبطوط العالم من لما تأسست ألعاب القوة في البلد عنا هنا 2013 2012 2012 نعم وصار حتى حصلت عليها كانت بطولة بطولة العربية عنا في الأردن كنا بستاذ عمال يعني يعني عياط وبكة يعني إنجاز عظيم هذا من نسبة إلي إيش يسجل بالتاريخ بالضبط إيش تكرمنا حتى اليومي تحطمت رقم أردني نفس الشي أعطوني خمسين دينار حلو هاي خمسين دينار طبعا تأهيل خمسين دينار يعني لو واحد أهل أول مرة ببلدكم مفروض تكريم وانا مفروض وانا بيقاطعك شوي بالحديث لاعب عمل رقم قياسي مفروض نشتغل عليه عشان يسوي إشي معجز ورقم قياسي لغاية الآن كابتن جلال ولا حدا راضي يوصل له ثواني أنا بحكيه لك مش أجزاء من الثانية ثواني مش قادر حدا يوصل له هي مش شوفت حال بس أنا بفتخر بالعكس أنت حقك تفتخر بإنجازك طبعا أكيد وحقك تحكي أنت إيش وهو إنجاز أنا بحكي هضع مستوى شباب مش ناشئين نعم يعني حتى ولو يعني أنت يعني كخامة بناشئين نبين وضعك أنك أنت خلينا نحكي مستقبل لبطل عالم مية بالمية والمفروض أنت بعد هذا الإنجاز وتأهلت على بطولة العالم يكون عندك مؤسكر قوي مية بالمية لائمين والاتحاد يركز عليك عشان تصل وتجيب نتيجة إحنا موضوع المعسكر قبل بطولة العالم كان يعني الوقت حرج يعني نحكي فيه عندنا شهر أو أخل من هيك فكانت هاي البطولة طلبنا من الانتحاد لأردن نلعاب القوة إنه إحنا نطلع معسكر ألمانيا حل ليش اخترت ألمانيا بذلك إحنا اخترنا ألمانيا كابتني كان عنده يعني النظرة إنه فيه هناك لاعبين معسكرين حواجز وفيه لاعبين سرعة مستوى قوي يعني مستوى إنه أنا أتدرب عشان أتنافس بطولة العالم ما أحد أدول الناس طبعا لما أنا قدمنا لهذا رفضوا النية ما فيه مصاري ما فيه مصاري وقدمنا للجنة المنبية ولا شركات خاصة الشركات خاصة عنا معدومة صراحة يعني ما فيه دعم أنا مع إنه الشركات الخاصة يعني هذا إنجاز بالنسبة يعني حتى طلع أنت على المستوى العالمي نحكي الشركات الخاصة هاي اللي بتدعم خلينا نحكي لعب أردن أول مرة بدأ أحل بطولة العالم من إنه من إتحاد ألعاب القوة المفروض يكون فيه توجيه من الإتحاد يخاطب شركات خاصة 100% يجيبو لك دعم عشان تطلع أنت 100% يستثمروا فيك 100% كابتن جلال حسا كابتن جلال كمان شو الأسوأ من هيك أنا ذكرتها بالجريدة جرائد الأردنية إنه منتخب الألعاب القوة الأردني واحد لاعبين أفراد هذا المنتخب يشاركوا في ملابس من البالة يعني يوميتا حكونا ويشتركوا بواطن من البالة وملابس من البالة طب أنتو كيف طب أنا رايح بطولة العالم ومش مأمنين بلباس رحت أنا حسابي الشخصي اشتريت تايت وبلوزي وطبعا عليها جوردن وعالم الأردني وحسابك الشخصي حسابي الشخصي بعد ما صارت هاي يجوا بحكولي كم طلعت جبت فاتورة ورجعوا لي هذا المبلغ هلا ما معاي سبايكس أنا وصلت مدينة برشلونة ما معاي سبايكس ما معاي سبايكس اللي هون الممزوع هو سبايكس هذا خاص بألعاب القوة اللي هو براغي ومسمير اطلعت رحنا هناك عمحل اسمه دي كاتلون اللي هلا بذكر يعني لأنه كأبو أول بطولة طبعا فروحنا اشتريت حذاء حقه 100 دينار لما اشتريته وإلا هم لاتحاد لما رجعت عمان عشان عملنا بلبلة ولا بقولولي هل 100 دينار طب يا عمي أنا ليش انتم من البداية مفروض ما يصير في حكي من البداية يشتغلوا عليك انت شو بحاجة بالضبط مش انتم مفروض كنت أروع بيتي أروع بيتي وأرجع يعني لازم اللاعب زي متأهل لبطوط العالم تأهيل مش كوتا الأردن طول حياته بتشارك كوتا بطولات العالم أنا رح تأهيل ما تطلعونا معسكر للعلم في الأيام أو سنين السابقة كانوا البشار كوتا يطلعوهم معسكر وعشان تأهلت كرموني انه أضل ببيتي شكراً لهم تعرف ليش لأنه علموني انه كيف أنا يعني أشتغل حالي وكيف انه أنا أختار يا حياتي يا رياضة فاخترت حياتي انه أنا ما كن بالرياضة وبالفين وخمسة عش توقفت على رياضة يعني خلينا أكون صريح معاك أنت الرحلة اللي بتحكي فيها والقصة اللي صارت معاك يعني واحد متأهل لبطولة عالم ومفروض يعطوه دعم وحمسوه أكثر وشجوه أكثر أنت لأ خلينا ما بنا نحكي ووقفوا ضدك استغنوا عنك وتركوك بالسحة لحالك بالضبط وأول مرة بتتأهل وأول لاعب أردني بتأهل لبطولة العالم في الأيام الناشئيين فالمفروض يكون فيه تركيز أكثر صحيح فهل تعتقد أنه السبب الرئيسي اللي خلاك تبعد عن هذا الإشي قلة الدعم طبعا أكيد حس أنا لخلاني أبعد عن رياضة كانت آخر مشاركة إلي في بطول المفتوحة ب2015 بعدها انفصلوا ما صاروا عنا اتحادين اتحاد ألعاب قوة صار عنا يعني اتحادين شقوا فصار عنا الآن لجنة مؤقتة حس اللجنة المؤقتة إحنا لو بدي أنا أعتمد على دخلي بألعاب القوة 85 دينار أو أحكي لك 200 دينار لو بدهم يزدونا 200 دينار ما بعملوا لي إشي صح بل 2015 اخترت أنه أنا أكون جزء من الحياة يعني جزء من الحياة العملية خلص أصير عملي فصرت أنا أطلع أشتغل على بإسمي الناس كانوا يشغلوني أنه أنا أحمد كسواني لعب ألعاب قوة كنت لعب الحمد لله لعب مميز يشغلوني يسلموني فريق زي مدارس خاصة أستلم أنا فريق فمن وقتها صار عندي خبرة يعني اكتسفنا ألعاب القوة فقط الإسم والخبرة ومش مادية خلينا أكون صريح معاك أنت لما تكون أي لعبة رياضية وتكون مدرب ولاعب بنفس الوقت بالبداية هذا الإشي ما أرح أخليك توصل صحيح أنت كلاعب بحاجة أنهم يمنوك حتى تغذية صح سبليمنت إعداد بدني صح مؤسكرات صح مفروض هذا يكون كل الإشي متوفر لك وأنت ببداية طريقك صحيح عساس أنك تقدر تنجز و تجيب إنجزات صحيح هذا الإشي أمر مفروغ منه ولا نقاش عليه أنا ما بآمن أن واحد بيشتغل وبتمرن صحيح دي يصل لمستوى احتراف صعب جدا أنا صراحة يعني هذه الإمكانيات المادية في بلدنا موجودة بس الفاسيليتيز اللي هي نحكي عنها الملاعب اللي هاي مش موجودة يعني مش موجودة لللاعب مش مهيئة أحكي لك حتى أستاذ عمان الدولي المضمار ممزع حتى لكرة القدم العشب العشب مش يعني ما في صالة رياضية نحكي مأمان فيها صحيح كنا لما نروح نشترك بجيم نشترك أحسابنا كمان ومواصلاتنا أحسابنا طبعا طيب دأسه لك أنت بالبداية كنت تشوف هاي المعاناة و تشوف إنه ما في دعم مادي أحمد الكسواني ما فيه اهتمام خلينا نحكي بكل صراحة إيش اللي كان مخليك مرتبط بهاي الرياضة لهو شغف هو هو أنت مثلا لقى حالك بهاي الإشي أو لسه كنت حاسس إنه فيه أمل حابب أسمع منك أنا أحكي لك كابتن جلال الرياضة هاي مثل ما ذكرت صادقا هي رياضة إدمان 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 وحب للعبة وشغف نفس الوقت هسا بصير اللعبة الفردية تختلف عن اللعبة الجماعية بصير تنافس بينك وداخلك يعني أنت يعني أنت تجيب إنجاز أفضل من جبته أنا بالنسبة إلي بطلت في فترة اللي هي أحكي الفورمة تبعتي بعز إنجازاتي أنا بطلت مدربي يعني أتوجه للأندية الخليجية بسبب ما في دعم حسا لو في دعم مدربي ما بطلع على نادي تمنى أنه يصل هذا الحكي بزا إن شاء الله إن شاء الله يا رب وهاي معاناة مش أحمد كسواني ولا جلال دعجي هاي معاناة كل الرياضيين الموجودين في بلدنا خلين نحكي آه بالظبط صراحة أنا بحياة الملطقة تبلاعب معتزل معتزل لأنه خلص جاب إنجازات وبدأ يعتزل أو إرهاق لا مش إرهاق هي إرهاق فعلا إرهاق ماديا إرهاق تفكير وعقل وذهني يعني نحكي بتصير أنت ما بين حد فاصل يعني ما تختار حياتك عشان تعيش بتشتغل عشان تكسب عيش لأنه بالنهاية ما في دعم وهذا اللي شيء ما رح يعيش بالظبط فأنت بتكون موهبة بتلاقيك بتنسحب شوي شوي بروح الشغف بالظبط أنا بعتقد هاي قلة الدعم هي الإشي الأساسي بأنه الإنسان يكمل ووصل كمحترف أسألك سؤال كابتن جلال هلأ إحنا أغلب رياضيين العالم بتلاقي الدعم المادي مفتوح لهم صراحة نعم هسه ليش هو يترك ليش يروح للحياة العملية ما في إشي ما في إشي يشغله نصح طب إحنا عنا ما في إذا ما يعني إذا ما طلعت إشتغلت إذا ما طلعت إشتغلت هسه إمكانياتنا مش بسيطة للعلم بيجينا دعم مادي للإتحادات الأندية يعني نحكي بشكل صريح يعني في مصاري ميزانية ميزانية مع ألعاب القوى لعبة فردية يعني بتقدر تشتغل على رياضي رياضيين صح بيرفعوا اسم اللعبة واسم البلد إحنا منحكي هسه إحنا كنا نفتخر إنه أي واحد بيفتخر يرفع اسم بلده أكيد وإحنا لما نيجي زي أنا صار فيه أهل طبطوط العالم ويروح ترفع اسم بلدي ما استقبلوا معسكرنا أعرفت ما طلعت عسكرية خلوني ببيتي طب أنا لما أشوف أنا زي هيك اتكافأت كيف بدك تنافس على مستوى عالم يعني شو بدي بالرياضة هاي أنا يعني أنا بيحكولي خلص إحنا إنت تأهلت ولا ما تأهلت أنجزت مرة تانية أو ما أنجزت هذا العنة إذا أول مرة خلينا نحكي وتأهل لها بتاريخ الوردن بالضبط هيك وكان الاهتمام هيك ضعيف للأسف للأسف إنه هذا إشي محزن وبصراحة ما بيبشر بخير لا صراحة أنا أحكي لك الرياضي أي رياضي ألعاب قوة أنا هسا بدرب بمدرسة وأستاذ مدرسة ودرسنا تربية رياضية بالجامعة الأردنية صراحة لما درست أنا تربية رياضية حبا للرياضة حبا لألعاب القوة حبيت أظلك بالجو بالضبط أظل الجو ورياضة في ناس كثير بروح بدرسوا اي تي بدرسوا بغيروا التخصص عشان دي يبعد عن الرياضة لا أنا حبا للرياضة ولغاية الآن أنا بدرب أطفال من عمر نحكي 8 سنين إلى 12 سنة الواحد بتمنى يتطلع رياضي حتى يعني أنا من منبرك هذا بطالب الشركات الخاصة والهيئات الحكومية بدعم رياضيين عندنا رياضيين بالمدارس وبالحواري نحكي من المنطلق اللي حكيت فيه أنا بتأسف على الداعمين أو الشركات الخاصة أو أو أي نوع داعم كان خاص ولا مش خاص بحبوا يدعموا بس الأسماء الكبيرة شكرا طب انت ليش ما تساهم ببناء بطل صح انت لما تساهم ببناء بطل هون اسمك داعم رسم صحيح انت لما تيجي انت تستغل البطل معلش أنا رح أحكيها انه استغلال لما يكون بطل واسم تيجي تدعمه تحط اللوغو تاعك أو تحط الشعار تاعك صحيح مساعده بخطته ومساهم ببناءه انت اللي بطل قبله انت كداعم رح تكون انت البطل الحقيقي صحيح وهو بفضل الله ثم دعمك وصلوا كان بطل صحيح فبتمنى من الشركات تصحى على هاي الشغلة يا ريت تنتبهوا للرياضيين وهم ببداية حياتهم تحاولوا توقفوا معاهم عشان كمان انتوا كشركة أو كداعم حلو يكون اسمك بطل كمان حلو تدور مكان تطلع منه وتصير بطل وتساعد الناس هذول هسه احنا حزينين صراحة ع بلدنا بشغلة وحدة انه عنا رياضيين يعني ع مستوى عالمي وانت منهم كبتن جلال يعني انا اي شهاد بعتز فيها وانت كمان يعني يعني خلينا نحكي للأسف انت كنت مشروع بطل عالم انا احكي لك قلت الاهتمام قلت الدعم بعددتك عن الموضوع انا سمعتها من واحد يعني من هو من ابطال افريقيا حكالي انت لو يشتغلوا عليك بلدك تمام بحكي لي انت رح تسير بطل عالمي تكنيكك فمن وقتها انا صرت انه طب ليه ما اسير صرت انا اتدرب اكثر انا افكر الموضوع بالتدريب مش بالمادة فاكتشفت بعد ما كبرت شوي هاي انا بحكيك كنت ناشئ فبعد ما شوي كبرت اكتشفت انه احمل كسواني بحاجة لدعم مادي صح لو ما ايجاد هذا الدعم المادي بنتهي صح فمن وقتها سرت احكي لا بختار بين الحياة العملية افضلي افضلي من الحياة الرياضية مش انه افضلي انا اتمنى ارجع انا بتمنى بس بطل خليك بطل في نفس بالزبط يعني خلص انا البكبر خلص جامعة فانت بتعرف مجتمعنا الاردني بده يتجه للعمل بعد الجامعة صح اكيد اه فيا رياضي مدعوم يا رياضي مش مدعوم خلص اذا رياضي مش مدعوم بطلع على الحياة العملية اذا رياضي مدعوم وهي قليلة حتى يعني انا بحياتي منطقة بواحد رياضي مدعوم صراحة يعني انا بصراحة انا يعني شهادة حق خلينا احكيها حكيت لي فيه بطل من افريقيا حكالك انه انت لو بتشتغل على التكنيك او الفريق تاعك يشتغل عليك المنتخب كان وصلت فهل فيه آلية لألعاب القوة مثلا انت كنت مختص بالحواجز بالحواجز مية وعشر حواجز كان فيه مثلا آلية بناء طبعا نحكي شوي عن الآلية حس احكي لك كابتن جلال احنا في رياضة الحواجز بالألعاب القوة بشكل خاص الحواجز مية وعشرة لها تكنيك معين حلو لها هي عشر حواجز بس ما بتقدر تركض بنات الحواجز أربع خطوات بجوز تخربط احنا ثلاث خطوات فقط ثلاث خطوات بين كل حاجز الاحترافي ثلاث خطوات بين كل حاجز حلو يعني بتقفز واثنين ثلاث الرابعة فوق الرابعة فوق الحاجز حس اذا خبطت الحاجز بشكل يعني غير صحيح تشطب من اللعبة شطب كامل شطب كامل حلو اه تشطب حتى اذا اثرت دخلت طلعت بين الخط الأبيض الى كحارة معينة اذا طلعت بين الخطوط الأبيض هاي تشطب كمان يعني شو قداش دقيقة اللعبة تخيل يعني انت عاجلة يعني لتمرين ذهني كمان صح عندك ردة الفعل حتى انتعظ في بداية الانطلاقة يعني الرولز مش سهل لا لا ببداية الانطلاقة في مكعب البدء اذا الناس بشوفوه اه صحيح هسا هاذ مكعب البدء اذا انت بس اهتزيت هيك بعطي انه الرياكشن دسكواليفايت ولا انت بتطلع برا اللعبة بالدرجة هاي قبل ما يطلق المسدس هسا الاربعمية حواجز نفس البدء واذا طلعت على الخطوط البيضة نفس الاشي بصير عندك تشطب هسا هذا الخط الأبيض محطوط انت لانك مقيد لازم تركض بين هاي الخطوط الأبيض بالحارات هسا الاربعمية مختلفة ليش مسافتها بعيدة وهي قاهرة الرجال باربعمية حواجز كيف لما تكون حواجز هي قاهرة قاهرة الرجال باربعمية متر اللي هو أربعمية متر بدك تردهم بأقصى جهد ممكن وهي مسمية بقاهرة الرجال لانها عنفس انت بتحكي هسا احنا لما نحكي تكون حواجز أصعب ليش هسا بين الحواجز يعني خطوات مختلفة عن المية وعشرة ما ديش منقل بين كل حاجز وحاجز بالمية وعشرة حكينا ثلاث خطوات الرابعة فوق بالأربعمية على الكير بكون 32 31 32 بصير فوق وبالستريت 32 خطوة 32 خطوة احنا منعدها ليش عشان ما تخربت المحترف بصير يوخدها شمال على الكير اما دغري بكون على اليمين لانه الكير بكون أسهل شمال فهي تكنيك يعني صعبة صعبة جدا يعني بدها تدريب ومش سهلة يعني مش أي واحد يكون عندك مرونة أو ليش يكون عندك سرعة ثاني إيش يكون عندك ذهن يعني نظيف فدائما البلعب حواجز بيقول لك ذهنك نظيف لأنك انت فاهم التكنيج آه طبعا هي فيها ذهنيا كمان غير بدنيا أعداد ذهني طبعا أنا بأأمن أنه الأعداد الذهني كمان مية بالمية مية بالمية طيب كابتن بدي أسرق سؤال اليوم أنت وين شايف رياضة ألعاب القوة عنا بالأردن صراحة رياضة ألعاب القوة محزنين مؤسفة بالأسف الآن أنا بحكي وسابقا كمان بس أنا شو شايف رياضة ألعاب القوة عند تغير الأشخاص تصبح رياضة جميلة صراحة بس أنا الآن شايفها بيعني شو بدي أحكي لك هبوط إحنا لسه بالهبوط يعني خليني نحن إحنا عنا لجنة مؤقتة كابتن جلال لسهاتنا باللجنة المؤقتة تخيل اتحاد أردني موجود لسه باللجنة المؤقتة مؤسف صراحة إيشي مؤسف خلينا أحكي لك صراحة أنت لما قلت لي كمان أنه اللعبة قاعدة بتنزل مستواها طبعا هذا إيشي جدا محزن وزي ما بنحكي أنه لسه الخوام موجودة والشباب بس اللاعبين موجودين ومنقصهم بس الدعم والتركيز وكون في خطة للرياضين اللي موجودين عندنا بهاي الرياضة رياضة للعاب القوة وأنا كجلالة عجع من هذا البرنامج تاعي رح أضل أكرر دائما وأحكي عن معاناة الرياضيين لأن معاناة الرياضيين لازم توصل وما رح أوقف وكل حلقة رح أحكي عن هاي المعاناة لازم يعيد عليها وحابب أسمع منك كابتن نصيحة للرياضيين حابين يقبلوا على هاي الرياضة رياضة العاب القوة طبعا رياضة العاب القوة هي رياضة كثير جميلة وهي بكرر كمان مرة إدمان من أجمل رياضات للشخص كبدنيا كذهنيا يعني من أجمل رياضات في الحياة نصيح عن اللي بمارسوا هاي الرياضة والبمارسوا هاي الرياضة ضلك تدرب هذا إنجاز إلك بكرة حتى بشغلك حتى لولادك بكرة بتكبر بحالك صح أنت يعني بتكبر باسمك صح هاي الرياضة فردية بالآخر حتى لو ما لقيت دعم المادي حاول إدعم حالك نفسيا حاول أمن الدعم لإلك ممكن يكون في بصيص أمل يجي حدا يطلع بالضبط أنا شايف كل لاعبين ألعاب القوة أبطال ليش؟ ومحاربين لأنه أنت بتحكي ما في دعم مادي ولا معنوي فهذا محارب أنا بعتبر وصار إنجازات صار إنجازات وأغلب يعني لاعبين ألعاب القوة بنجزوا حتى لما يطلعوا بطلات وتلاقيها عن فعلا أنه زلمة بالملعب قاعدين منقدم إزلام منقدم لاعبين مميزيا مبين أنه بتدربوا مش قاعدين بوقفوا حتى لما يكون معنا ما في اتحاد لسا تروح لما ألعب ألعاب القوة بتحكي شو بعملوا هدول بورجيك أنه أنت بتلعب لعبة فردية فعلا لإسمك ورياضة ألعاب القوة حبا بألعاب القوة وليس حبا أشخاص أنا بحكي الله أجد أنا خلينا نحكي بمقابلتنا عن أمل ونحكي عن شغف بصيص أمل إن شاء الله أنه بصيص الأمل هذا موجود ورح يكبر إن شاء الله بالداعمين ورح يكبر بالناس والمدربين اللي رح يركزوا على اللاعبين وعملونهم خطة ومنسلط الضوء على اللاعبين بحاجة لهذا الدعم وبعتقد أن إن شاء الله بعد هاي الرسالة وبعد هاي الحديث اللي صار إن شاء الله بينه وبينك بهذا الإشي إنه رح يصير فيه لفت نظر وأنا أكيد متأكد إنه فيه أبطال موجودين وبس بستنوا الفرصة أنا والله كابتن جلال من منبرك هذا يعني أنا بتمنى كل الناس تسمح هذا اللي إحنا حكيناه الحوار السهوة هذا لقاء وحوار يعني نحكي فيه عن معاناة الرياضي الأردني بالضبط نوصل الصوت والصورة يعني إن شاء الله توصل الصوت من منبرك يوصل الصوت للشركات الخاصة للهيئات لللجنة المنبية للاتحادات بتمنى بتمنى يعني أنا يعني كرياضي بتمنى وكمدرب بتمنى يا رب يعني أنا ما لقيت الدعم بتمنى الرياضيين جايين إن شاء الله يلاقوا الدعم الرياضي هيك بحب الخير إله لغيره يا رب يا رب وإن شاء الله صوتك وصل وأنا بشكرك على اللقاء الجميل ولا بالعكس أنا شاكر إليك لتوضيح الصورة وخلتنا نعرف عن هذه الرياضة أكثر حكيت عن معاناة اللاعبين غيرك ممكن يهمل الموضوع ويقول خلص أنا شو بدي بواجعة الراس ما راح أحكي هذا دليل أنه أنت عندها غيرة على هذه الرياضة طبعا وحابب تشوف أبطال وحابب تشوف هذه الرياضة أنها بالبلد قاعدة تكبر شكرا لك كابتن أحمد كسواني وإن شاء الله أتمنى أن نكون مقابرتنا الجاي معاك بطل واصلة العالمية شكرا لك دعمك حبيبي شكرا لك أهلا شكرا لك شكرا لك